أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المصالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضلا وليس أمر الاشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي سورة لستة أطفال رحلوا جميعا في لحظة واحدة إثر إعصار الذي ضرب ليبيا بمدينة الدرنة الستة الأشقاء هم أبناء دكتور يدعى زيد الساسي وهو عضو بالهلال الأحمر الليبي فقد أبنائه الستة في إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة وهذا حسب ما كتبه صديقه الدكتور مصطفى الشامي من خلال منشور له على صفحته حيث قال انتقل إلى رحمة الله جميع أبناء الدكتور زيد الساسي طالب الجميع بالدعاء لهم بالرحمة وللأب المكلوم بالصبر والسدوان بعد أن فقد أبنائه في غمضة عين وكتبه كذلك في جنة النعيم حبيبي اللهم اربط على قلبي والديهم